تاني اللي احترنا كتير ما اتكلمنا لو انت اوفقرة كريم على مين نجم المباراة لكن انا خليني اقولك بقى مين نجم المباراة ونقوله ونقوله ونخلي ناس هي تشوف مين كان نجم المباراة مين ميستر اكس اللي النهاردة تواجد في في الجابهة اللي منت حرقتهولي طلعلك اوه طلعلي هنا كمان وكان بطلع كل حتة في الملعب والنهاردة بطلعلي يستحق كل تقدير طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر رغم اوقات الضغوط الكبيرة عليه من الجماهير يمكن بالصدفة يا كريم قبل المباراة جينا هنا وقلت لك ليه طاهر محمد طاهر كل المديرين الفنيين بيحبوا طاهر محمد طاهر الأجانب وليه مارسل كولر المفضل بالنسبة له طاهر محمد طاهر وكان فيك تهدات كتير وناس اتكلمت انه عشان تم طارده في المباراة لو عامل اسماعيلي الرجل هيغيره قدام زمالك قلت لك طاهر محمد طاهر الرجل مش هيطلعه من الملعب طول ما هو موجود طالما طاهر سليم ربنا يعافو يحفظ اللاعبين جميعا يعني طاهر محمد طاهر النهاردة يا كريم عمل كل حاجة في الملعب هجيبلك قبل ما خش على الحالات عمل كل لعب باكرايت لعب صانع لعب لعب في وسط الملعب لعب جناح يمين لعب جناح شمال وعمل كل الأدوار اللي اتطلبت منه خلال المباراة وخلينا اقول لك لما اجيب اخر لقطة في الفيديو او في الحالات اللي معنا هقول لك انه لعب هذه العقلية انه وصل الى اديها تنين وتسعين بحالة من الجاهدية الذهنية قبل البدنية في الفنت اللي عمله الامام عشور وبعدين يعدي ويعمل الكروس نجم كبير جدا طاهر محمد طاهر النهاردة ادي 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 واحدة طاهر محمد طاهر لا ارجع بقى تالي من الاول هو الاخوة اللي خدت كرة من البداية القطح قفل زوايا التمرير اللي اي مدير فني بيلعب عشانه ادي الاول الراجل قفل زوايا التمرير ومتواجد في وسط الملعب ناحية اليمين وفاتح كمل اللي بعديها على طول مركزين على طاهر فهتلى قلتي الحالة اللي بعديها الحالة اللي بعديها كمل تاني كمل تاني كمل اسرع شوية كمان على سرعتها بصها كريم بصها كريم بص هنا هنا مين المتواجد طاهر محمد طاهر طاهر محمد عشر قلت لك الطريقة بتقلب اربعة اربعة اتنين ده اربعة اربعة اتنين قبل عابل اهلي ومتواجد علشان يمكن الكرة دي تصبت خطأ يعني يا كترامية التمثل صالحه لكن قفل زوية التمرير هاتل الحالة اللي بعديها الحالة اللي بعديها لطهر كمان كمل 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 كرة دي هتتجمع كمان كمل واتروح ناحت الشمال ويروح طهر بص بقى بص بقى بص بقى قفل هنا قفل لنا لا ده طهر قبل اقرب قبل اقرب لانه اقرب كان من الاضار اللي بعملها اللي بخش يقفل تالت مع المدافعين صح هنا ارجعلي تاني طهر محمد طهر متواجد فين في الظاهير الايمن في مركز الظاهير الايمن جبناه وهو اجناح جبناه في وسط الملعب جبناه وابلعب في مركز الظاهير الايمن كمل كمل اهي دي هي دي اللي اطلاق لانك تقول لك عليك بص يا كريم ما بيهزرش طهر محمد طهر مع النادي اهلي تحديدة الاجريسيبنس كمل طهر محمد طهر بص طهر محمد طهر ركز معي طهر هيعمل البصم اللي انا كريم ركز بس معي هو واقف فين عملوا من اقصى اقصى اليمين كمل بقى كمل كمل وفقرك بحاجة بعد مكورة توصل لاخرت بص بص التحرق كويس الكادر جايب معنا كمل كمل التحرق جواهة 18 القطع القطع على نقطة البنالتي يمكن الانهاء ما كانش افضل شيء وكلمنا برضو على قصة الانهاء دي قبل المباراة لكن طهر محمد طهر اللي كان فتح الملعب في اقصى اليمين مجرد ما الكورة تحركت تحرك اوتوماتيكي بيعمله مارسل كولر يجيده تماما طهر محمد طهر كمل كمل بقية الحالات كمل دي طبعا اعادة الكورة بص الاختراك دي احلى كورات عبدالقادر في المباراة طبعا احنا بريتكلم ان عبدالقادر بيقعد في المباراة لانه لعيب مميز جدا على صعيد الحل الفردي ممكن يعملك حل انت مش متخل دايما بيعمل حل الصعب روح للحالة اللي بقى ديها كمل كمل بص بقى بص طهر محمد طهر موجود فين زون فورتين زون فورتين دي زون او المنطقة دي يا جماعة بمنطقة البساطة هي منطقة صناعة اللعب منطقة بص الرجل المتواجد فين بيعمل بمنطقة الاريحية انفراد لمحمد شريف بمنطقة لاندوش مشكلة كمل كمل متواجد بص يا كريم بص وموف بيتحرك ما بيقافش طهر محمد طهر بيتحرك ما بيقافش كمل بقى هات للقطة الهدف للقطة الهدف فيها كلام كتير قوي لقطة الهدف التاني للنادي الاهلي كمل ده الباص الاساس اللي اتعامل لمحمد شريف لا 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 لقطة لقطة لا مش ديه مش ديه مش ديه لقطة الهدف بتاع النادي الاهلي التاني الاساس بتاع طهر محمد طهر والهدف دي لقطة بتاعي بدي لقطة زيزو معلش ترجعلي ثاني ليه لقطة طهر لقطة الهدف التاني للنادي الأهلي ايو هي دي بصك كريم بصك كريم لا مش دي دي تزديدة محمد شريف دي تزديدة محمد شريف ودي اللي أنا كنت مشروح عليك في البداية كريم قترك الأهلي رغم نو ساب الاستحاوات للزمالك هدد مربع زمالك خمس مرات في الشهوط التاني كمل هاتلي اللقطة الهدف الثاني للنادي الأهلي الباص بتاع قفشة لطهر هنرجع عليها تاني طيب اجمالا كريم طاهر محمد طاهر مش بس هو نجم النهاردة مباراة اليوم نجم المرحلة مع مارسل كولر في النادي الاهلي هو الفريق لكن نجم المرحلة هو طاهر محمد طاهر اللعيب مش اقول اعاد اكتشافه لانه طاهر لعيب جيد من فترة طويلة لكن اعاد تلميعه بالشكل اللي عليه حالة طاهر محمد طاهر دلوقتي هو مارسل كولر لكن احنا هنا اخترنا نجم لليوم اهي اللعبة وخلينا نشرحها تفصيليا اللعبة دي في ديات 92 كريم لك ان تتخيل ان اللعيب اللي خد الكرة ده وعمل الفنت ده وعمل الكروس بشماله مش بيمينه بالبقة دي في ديات 92 لعيب بيلعب من بداية المباراة غطى تقريبا كل مركز اللعبة في الملعب عشان كلا طاهر محمد طاهر بص يا كريم اللي اعادة الكرة بتتعاد معنا تاني بص الراجل عارف انه لو حطها تاني لعيب متسلل خلاص دخل في التسلل كمل كمل عمل فنت يمين وخده شمال امام عشور راح خلاص عمل كروس دقيق جدا برجل الشمال على الارض شايف رفع عينيه شايف كريم فؤاد الناحة التانية والتسجيل واحدة من الابرز لقطات طاهر في المباراة فالنهار ده الرجل بيكمل بقى الاداء التكتيك العظيم جدا اللي عمله غير الاسيستر محمد شريف اللي ما كانش ناجح رأى عامل اسيست تاني لكريم فؤاد لينهي النادي الاهلي المباراة بفضل ادوار كتير قوي عمل اطار محمد طاهر بالنسبة لي هو نجم المباراة الاول لكن قبل ما اختم معك كريم انا بالنسبة لي نجم المرحلة في النادي الاهلي نجم المباراة نجم كل شيء في النادي الاهلي في هذه الفترة هو المدير الفني السويسري والصفقة الابرز لنادي الاهلي في الانتقالات الصفية هو المدير الفني مارسيل كولر